نهاو ودامينز عادل مع بداية الفصل الدراسي الثاني الذي ينطلق اليوم ستبدأ المدارس في السعودية بتدريس اللغة الصينية بشكل رسمي وتجريبي يأتي ذلك ضمن خطوة تدعم سعي البلدين لتعزيز علاقاتهما على كافة المستويات حيث ستكون مقرارات اللغة الصينية مادة اختيارية للتسجيل ممثلة للمرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع